مقادير البورجر نص كيلو ولحمة مفرومة ويفضل انها تبقى لما تطلع من الفريزر علشان ما تنزلش المية بتاعيتها او لما تفوك ووحدة سمرت بصل وسط ونعصرها كويس علشان ما تبقاش فيها المية بتاعيتها 3 فصوص طوم مفرومين معلقة كبيرة مستردة ومعلقة كبيرة كاتشب 2 معلقة كبيرة بقسمات مطحون بيضة ومعلقة صغيرة ملح ونص معلقة فلفل ونص معلقة صغيرة بوهرات جميلة بنقول تاني كمان عشان بس فيه ناس كتير قوي النهاردة قاعدين متابعين بيحبوا يشوفوا البورجر بالذات لانه من الحاجات اللي الاطفال بتحبها وهلسي طبعا يعني لما بنعمله في البيت افضل بكتير من لما نجيبه مصنع وما نبقاش عارفين ايه المكونات اللي جواه احنا دي المرة مثلا ممكن نقول الخمسين اللي بنعمل فيها بورجر بس كل مرة بيبقى بطريقة وتستي مختلف هنقول مقادير تاني طب نقول المقادير وبعد كده نص كيلو لحمة مفرومة ايوا سمرة بصلة تلات معلقة كبيرة مستردة معلقة كبيرة كاتشب اتنين معلقة كبيرة بقسمات مطحون بيضة معلقة صغيرة ملح نص معلقة صغيرة فلفل نص معلقة صغيرة بوهرات جميل طب هنبدأ هنبدأ وحنا بناخد معنا اتصال كده مين معنا هنحط اللحمة المفرومة يا امهبة طبعا خير يا شفيوس يا اهلا بحضرتك اهلا بيك ازاي حضرتك منور الشار يا رب يخليك ليه يا ربنا يكرمك يا امهبة يا رب والدفل اللي بنعب منورك ربنا يخليك بتسلم على حضرتك لو سمحت يا شفيوس يا عيسى طريقة الكاب كيك حاضر منع النهاردة هنعمل كاب كيك طب الحمد لله جميل قوي النهاردة مدام سواء عملنا كاب كيك بس بطريقة مميزة يعني كل الاطفال هتحبوها وخصوصا البنات منهم طبعا اه بس برضو ممكن يتعامل افكار تانية للولاد بس ممكن يتعامل بقى شخصيات يعني هي الفكرة نفسها وممكن نوظفها لأي حاجة تانية جميل البطاطس بدأنا نطلعها هاي شايفين لون ها عامل ازاي وحواليها طبقة غلافة مقرمشة هاي شايفين شايفين احنا بس هنقلب المحاجات وبعد كده اه نعملها حاضر من عناي هنحط البصلة البصلة المفرومة من غير المياه بتاعتها اه ونحط الطوم اه مظبوط جميل ونحط الكاتشب هنحط معلقة كبيرة بس معلقة كاتشب اه ومعلقة ميونيز مسترضة اه وبعدين عندنا البقسمات معلقة كبيرة وبعدين البهارات والملح والفلفل هم جانبنا وهنخلط كل الخليط ده ومش هنعمل اي حاجة خالص غير بعد ما نرجع من الفاصل ما حدش رفع اي مكان كل اللي هنعمله في بيضة في بيضة اه بيضة موجودة هنحط كل الخليط بتاع البورجر لما نرجع هقول لكم حطينا ايه تاني بس هنقطعو ونحطو على الشواء لغاية ما نرجع لحضراتكم عشان بس نستغل الوقت التسوية لما نرجع هنوريكم شكل البورجر كل اللي حطناه بعد الفاصل خليكم معنا عشان ممتع والجديد دائما على تلفزيون هنحط